سلام عليكم أعزائنا الطلبة نكمل وياكم المحاضرة الأولى لخصة لكتر 3 بشرح توضيحها أكثر لبعض النقاط الخاصة في هذا اللكتر طلابنا شرحنا مجموعة من النقاط فأحب شوي أوضح على بعض الأمور اللي ممكن تحتاج لها توضيح كتابة فنأخذ أول شي خذنا النقطة الأولى والثانية والثالثة هي يعني أعتقد واضحة لكن عندي النقطة الرابعة وما بعدها فتحتاج لها توضيح أكثر لدينا النقطة الرابعة اللي هي الكونستانت أو مثل ما قلنا اللي هي الداتا تايبز فإذا أصنف هذا الداتا تايبز ما تي داتا تايبز شو نقسمها أو الكونستانت هو قسمها إلى سترينج كونستانت صحيح إلى سترينج كونستانت وإلى نيوماريك كونستانت وإلى كاركتر كونستانت شنوه السترينج السترينج مثل ما ذكرنا هو سلسلة من الكاركتر نيوماريك هي تمثل كل أنواع الخاصة الرقمية والكاركتر هي الأشكال أقدر أوضحها بشكل آخر الداتا تايبز داتا تايبز أوكي ممكن أقسمها إلى تبهولي نيوماريك السترينج هزا خلي على صفحة نأخذ نيوماريك والكاركتر هذا المجوم اللي هو رح أقول عندي منه نروح رأسا نقبل للتعريف عندي الانتجر وعندي الفلوت وعندي منه بعد عندي الكاركتر أوكي داتا تابس المهمة اللي أحتاجها أحنا هذا الجزء هذا موجود بالملزمة وشرح تفصيلي لكن أحنا نريد نختصر أكثر داتا تابس هي بها انتجر وفلوت وكاركتر شنو الانتجر الانتجر يا طلاب هي الأعداد الصحيحة اللي ما بيها كسور وما بيها دوت فمثلا أنها أكيد هي الصفر والأعداد الموجبة أوكي والأعداد السالبة من يمها هذا هو الانتجر بدون دوت وبدون أي فورز أو بدون أي كسور أول أحجام مالتها عدد البيت وأنواع الانتجر انذكرت بالمحاضرة نفسها أما عدنا بالنسبة إلى فلوت هي اتمثل أعداد الأعداد اللي هي تكون بها دوت انتبه على الدوت هذا الدوت مثلا صفر وأيضا الأعداد الموجبة على سبيل المثال 1.0 1.2 إلى آخر هي هاي الأعداد الموجبة وأيضا على سبيل المثال هي راح تكون مثلا سالب 1.0 وسالب 1.1 إلى آخر بإذن أحنا للتوضيح هنا هي الأعداد التي تحتوي عليها من على الكسور هنا هذا الجزء الصحيح مالتها وهذا يسمون ريميندر هذا المتبقي وعندنا هذا الجزء الصحيح زين هاي هنا احنا ما عدنا أي شكال بها عرفنا أعداد صحيحة أعداد اللي هي الكسور هاي سموها الصحيحة وهذه الكسور أما بالنسبة إلى الكاركتر الكاركتر لا الكاركتر هنا راح يفرق الشان راح يفرق الكاركتر الكاركتر بمجموعة هذا التسيت اللي ممكن تقسم إلى شنون إلى letters ok وهذه اللتر الدور تكون هي عبارة عن small وشنو capital صح زين بعد شنو digit وهي تكون عبارة عن صفر إلى التسعة ماشي digit وعندنا شنو الآخر special character special character اللي يتمثل بقية الرموز ماشي زين دعنا نوضح هذا small مثل من مثل حرف A إلى كل الألفبت إلى حرف Z small وعندنا capital حرف A capital إلى حد شقد أو إلى شنو إلى حرف Z capital كي دي 26 حرف 26 letters بتكون أما small أو capital انتبهوا هنا بأنه كل characters هو يكون between single quotation زين هو شكل واحد زين between single quotation على سبيل المثال حرف A حرف مثلا R وإلى آخر يشوف كل ب single quotation هذا اللي يميز character اللي هو شنو يكون عبارة عن رمز واحد لأن هو byte واحد ثمان يبت ويكون between single quotation نفس الحالة بالنسبة إلى هنا حرف A مثل حرف R هذا يمثل character بس شنو اللي هو من نوع letters أما بالنسبة إلى digits character من نوع digit هو كأنه رقم بس هو يأخذ شكل الرقم يعني بمعنى مثلا صفر و مثلا ثلاثة زين و أنواع أخرى إشقد هذن عددهن عددهن عشرة من الصفر إلى التسعة من الصفر لازم نخلي هنا single quotation من الصفر إلى التسعة عشر أعداد عشر أعداد طبعا نحن نمشي على النظام النوى النظام العشري فذلك هي عشر عدد صفر واحد نية ثلاثة إلى حد التسعة زين نجي هنا نريد نشوف شغلة كلش مهمة بأنه إذا عندي آني المثلا واحد ما شو طلابنا وعندي واحد العادي شنو الفرق بيناتهم الفرق الأول هذا ينتمي إلى الانتجر هذا ينتمي إلى الانتجر مو صحيح وعندي هذا ينتمي إلى الكاركتر شنو الفرق بيناتهم هذا اللي هو سنجل كوتيشن هذا كاركتر هذا ما ياخذ قيمة ياخذ شكل وهذا الواحد هو قيمة فعلية استخدمة بعمليات الجنع والطرح والعمليات الحسابية الأخرى هذا الفرق بين الديجت اللي موجود بالكاركتر ياخذ أشكال الأرقام وليس بقم الفعلي ماشي طلابنا الاسباشال كاركتر هي تمثل الرموز هي كل الرموز اللي ممكن تكون للكاركتر فيما عدا إذا كان لتر أو ديجت البقية كل هالرموز مثلا الآت مثلا هذا الآت أو الهاش أو إلى آخر هي كل الرموز اللي موجودة أتكم بالمعزمة ممكن تراجعوها الرموز هي ما ممكن أن تكون إلها بداية ونهاية معينة يعني مثل الحروف ومثل الدجت فبالتالي هي كل الكاركتر فيما عدا اللتر والدجت هي تعتبر سبيشال كاركتر ماشي طلرنا زين هسا نطل توضيح بعد أكثر نطل توضيح بعد أكثر عدنا شنو عدنا مثلا هذا الكاركتر هو حرف A ماشي طلر وعدنا هذا شوفوا لهذا مثلا A B C هل ممكن أعتبر هذا كاركتر هذا أوكي كاركتر هذا أعتبر كاركتر هذا لا هذا مو كاركتر وإنما هذا شي سموه هذا يسموه سترنج بس ما يكون بها صيبة هذه الكاركتر هو ياخد يعني الأفو ياخد ياخد شنو اللي هو ياخد رقم أو شكل أو letters between single quotation ولقيمة واحدة هذي هنا شكام قيمة هذي three characters يعني هو هذا عبارة مو character وإنما سلسلة من هاي characters هو حرف A وحرف B وحرف C زين هاي بمجموحة شون تقدر تدمجها كلها سوى وصير مثل هذا يتخلي double quotation يصير A B C هذا يسموه يسمو string ماشي إذن عرفنا شون string هو سلسلة من characters مجموعة من characters يعني هاي string إذا أريد جزئها هي عبارة عن حرف A character وحرف B character وحرف C character إذن سلسلة characters يسموها string زين نجد شون بعد المواضيع الأخرى المواضيع الأخرى اللي هي العمليات الحسابية العمليات الحسابية العمليات الحسابية اللي هو C++ الموضوع الخامس اللي أعطكم العمليات الحسابية هي عمليات تعرفوها logical operation الأفول arithmetic operation الأريثمتك عمليات الجمع والضرح وعمليات الضرب والقسم والموض وبعد شنو هذا تقريبا اللي هي خمس عمليات موجودة عندنا هذا شون نتعامل وياها نتعامل وياها بطريقة الأسايمنت زين بطريقة الأسايمنت يعني شنو يعني نقول مثلا C تساوي A زائدا B استخدمنا الزائد بعد أن C تساوي A ناقص B C تساوي A Oكي multiply B وعدنا القسمة وكذلك عدنا المود Oكي هذا الشكل ما قلتها هذا الشكل عملية الحسابية العادية زين ممكن تجي الأشكال تكتب ليها أنت بها الصيغة هذه Oكي ممكن أنا أكتب لك بالسؤال بصيغة بس أنت ما تحولها إلا لغة C++ تنتبه بأنه الصيغة المطلوبة يتكون هذه أشكالها يعني يعني يصير أكتب بأنه C تساوي A في B هذا غلط أقول C تساوي A تقسيم B على أساس بأنه هذا مثل قسمة وهذا أيضا غلط لازم لازم أنتبه بأنه استخدم هذا اللي هو خاص بلغة C بلس بلس هذا يسمى تعبير أوكي تعبير رياضي هذول اثنين هذول هو تعبير الرياضي العادي مو بلغة C++ هاي واحدة من النقاط اللي حبيت أوضح بعد عدنا شنو عدنا هنا طلاب الأسايمنت اللي هو قبل شوية ذكرت مثلا عندي A تساوي أوكي A زائد خمسة هذا الأسايمنت هذا احنا بنقول هذا أقصد بالأسايمنت شنو هذا الأسايمنت هذا الأسايمنت هو عبارة عن شنو هو عبارة عن فهد أكسبريشن معين هو يخص شنو عملية يعطاء قيمة أوكي إلى الطرف الأسايمنت اللي موجود بالأسايمنت يعني خاص بعملية نقل القيمة منها إلى هنا هي مو مساوة عادية يعني يعني شنو مثلا ذا الأي ش تساوي تساوي ثلاثة اش قد هنا العملية ثلاثة زائدة خمسة ش رح يطلع عندي ش قد ثمانية فبالتالي القيمة اللي موجودة هنا جمعت ونقلت المن إلى قيمة الأي فشنو اللي صدر من هذا الأي ش قد صارت صارت ثمانية مصح زين أجي أطيكم فد مثال بسيط آخر الأي تساوي ثنيا أوكي بي تساوي أربعة أوكي وقلت لك A تساوي B اش قد رح تكون قيمة الأي وش قد رح تكون قيمة البي يلا فكروا لي بها شوفوا احنا ش اتفقنا هنا هذا ممكن شوية رح يساوي ارباك للطلاب هل هو مساوات هل هو يعني اخذوا القاعدة اللي قلت لكم عليها هذا الاسايمنت هال قيمة اللي موجودة هنا شقد قيمته تطيها المن الى الطرف الايسر قيمة الجهة يمنة تطيل للطرف الايسر أوكي وتبقى البي محافظة على قيمته إذن النتيجة شنو الA رح تاخد قيمة البي فبالتالي شقد رح تكون الA أوكي رح تاخد قيمة البي هاي أربعة وهاي اثنين فبالتالي الA شقد رح تساوي رح تساوي أربعة تبقى محافظة على قيمتها القديمة إذن افهم بأنه هذا الاسائمنت هي نقل القيمة منها من جهة اليمنا الى جهة اليسرى زين وين يستخدموا هذا أكيد بالعمليات الحسابية يعني العملية الحسابية بدون المساواة ما ترهم يعني بس expression إلا لازم يكون بها input ويكون بها output يعني بمعنى شنو اللي هو إذا كانت c تساوي أي زائد خمسة ماشي فبالتالي هنا استخدمناها بالعمليات اللي هي شنو الexception زين العمليات احنا اللي ذكرناها عمليات الجامعة مثلا c تساوي أي ناقص خمسة و c تساوي أي في مثلا خمسة الى آخر زين احنا هنا عدنا اكو expression آخر اللي هو المختصر مختصر اللي هو الاسائمنت رعفو اللي هو شنو عندي هنانا الاسائمنت شوية رح يصار قدي فرق مثل اللي هو شنو المختصر المختصر انتبهوا على المختصرات أي زائد و يساوي خمسة يعني شنو هذي هذي هي جاية من هي عبارة عن أي تساوي أي زائد خمسة ذكرت لكم بالمحاضرة بأنه احنا عدنا بلغة C++ ممكن هي تختصر بعض الأمور لسهولة الكتابة فبالتالي هذا المختصر اللي خمسة زي وهي تطبق علي اي اوكي تقسيم ويساوي خمسة واي في ويساوي خمسة واي اللي ها mód ويساوي خمسة وإن اي ناقص ويساوي خمسة هذا أش راح يساوي طلاب لها اي تساوي اي تقسيم خمسة وهذا اش راح يساوي هي اي جاية من اي تساوي اي تكرار الأي تبهوا في خمسة وهذا أوكي اللي هو أي يساوي أي بيرسنتج خمسة وهذا نفس الحالة اللي هو أي ناقصا خمسة ممكن ممكن أنا عندي معادلة اللي هي شنية أي تساوي بزائد خمسة أقدر أختصرها أقدر أساوي لها اختصار مثل هذا الشكل لا هذا ما ممكن أختصرها تبقى هذا الأكسبريشن فقط يعني ما يصر أقول لي أي زائد ويساوي خمسة ما يصير مترهم فبالتالي هو إلا إذا صار أكو تكرار هنا تكرار ماشي إلا إذا أكو تكرار فممكن أنا أستخدم هذا الصيغة الصيغة اللي موجودة هنا الصيغة المختصرة ماشي طلاب زين حس أنتوا أريد شوية تابعون إذا قلت مثلا A زائد ويساوي B والA عندي هنا ثنين والB عندي شغل ثلاثة شغل يطلع الناتج يلا من يقول لي انتبهوا عدنا هنا هذا الأكسبريشن هو مختصر شا سوي له الحل مالتي طبعا أكو رأساني يقدر راح يحله وأكو شوية حاولي بسطها الأي هي أبارة هذا الأكسبريشن هي A تساوي A زائدا B صح؟ فبالتالي شغل A هنا ثنين شغل B ثلاثة فش راح تساوي الأي الجديدة يعني هذا كل الناتج كل الناتج راح يساوي نشغل خمسة هذا شنو أسايمت ورح ينقل لهنانا فبالتالي الأي الج تساوي تساوي خمسة أوكي أتمنى أكون واضحة هذا بالنسبة للاختصارات وعدنا بعد عندنا موضوع اللي هو النقطة السادسة حاول أوضحيكم إياها تخصي الكون بالنسبة إلى النقطة السادسة اللي موجودة بالمحاضرة شوفوا طلاب احنا ذكرنا بالنسبة إلى عملية القسمة قلنا بها قصوصية من ناحية بأنه float وانتجر وأكو تبقى بها باقي قسمة وأكو بدون باقي قسمة فأدنا هنا ناخذ مثلا مثال بسيط اللي هو إذا أخذنا قد قيمة وردنا نغير التعريف موالتها بمعنى أدنا C معادلة مش تساوي A تقسيم B عملية القسمة إذا انتجر تقسيم انتجر هذا الناتج رح يطلع لي انتجر رح يرجع لي فقط انتجر ماشي حتى وإن كان أنا معرفة float يعني يعني C هو عرفته float هنا عندي A عرفتها شنوى انتجر وال B عرفتها انتجر انتجر تقسيم انتجر انتجر تقسيم انتجر يطلع الناتج مالتها انتجر وإن كان هذا float وعاني هذا ماريد يعني خلنا اخذ على سبيل المثال زين A اي تساوي A تساوي 10 B تساوي 3 إذا ضمن هاي المعادلة قلت C تساوي A تقسيم B 10 تقسيم اش قد اش قد رح يطلع الناتج رأيكم رح يطلع الناتج هو عبارة عن 3 فقط بدون اي كسر وبدون اي دوت ليش لان انا قسمت هنا 10 اوكي اللي هو من هو انتجر تقسيم انتجر فطلع لي 3 زين انا ما ريت هاي شي انا اريد تطلع لي القيمة الحقيقية اريد اقسم تطلع لي قيمة الحقيقية لان انا معرفة هنا انا float اريد float فبالتالي شنسوي شوف اكو حل الحل الاول زين الحل عندما دي اطلع لي القيمة الاصلية اعرف واحد من ذني اللي هو ال a وال b ال a وال b اعرفهم زين اللي هو ايش رح يكون اقول له مثلا float ال a هذا كلش كافي or اقول له اقول له float من هو ال b ايضا هذا كافي فاذا تعرف اي واحد منهم float ماشي طلاب رح يطلع النتيجة مثل ما بيتها يعني بمعنى اذا اعرفت على المثال قلت له c تساوي اي تقسيم b وعرفت هذا float وهذا شنو انتجر وهذا اكيد float زين ايش رح يطلع النتيج والقيمة احنا مثل ما ذكرنا هي ال a قيمتها 10 وقيمة ال b رح يطلع للناتج c هي جاية من 10 طبعا هي dot 0 ليش لانيا صار float تقسيم b حتى وان كان ما تكتبها انت هو رح يقض هالقيمة وال b هي 3 وحيطلع الناتج 3 point 3 3 3 الاخري هاي اول طريقة بينه اطلعنا النتيجة يا اما اعرف ال a float او ال b float او اثنين اتم اعرفهم float يلا تطلع النتيجة float هذا الحل اللي هو احنا اخذناه من ضمن ال اوبشينات اللي هو خاصة بالقسمة زين اذا لا يعني شنو يعني انا اعتمدت على انه c هي float float ال a integer ال b integer اوكي والمعادلة لما تساوي اي تقسيم ال b ال a تساوي 10 ال b تساوي شقید 3 ال a بحال حالة انت معرف اثنين اتم integer بس تريد القيمة ترجع float شا سوى ترجع لالقي النقطة السادسة النقطة السادسة اللي conversion او converter راح اصيق وهي بالنقطة الاساس النقطة بيه هي سموها cast زيان cast operator اوكي اللي شا تقول تقول انت هنانا c تساوي تريدها float مو فبنت اكتب النتيجة اللي راح تطلع مهنا تكون اكتب float اوكي وتخلي القيمة ماتك اللي هي a sorry ال a تقسيم منو ال b فيما تكتب بسيطة او تخلي هنا تخلي هبين قوسيا اش راح يطلع الناتج مهما كان حتى لو كان عندي انتجر بانتجر هذا انتجر وهذا انتجر اش راح يطلع عندي يطلع float راح يطلع 3 و 3 3 هاي سمو casting يعني انت تكتب التعريف او كي اللي تريده قبل الاكسبريشن او قبل المتغير فبالتالي هو راح يغير تعريف القديم الى تعريف الجديد و يطلع لك النتيجة المطلوبة هنا تخلص تكمل المحاضرة الاولى خاصة بل والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة